السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابو عمر من موقع جوالك حياتك يطرى هل تعرفوا ان ممكن في برامج كتير تقدر تستخدم الكاميرا الامامية او الخلفية بدون علمك البرنامج اللي هستعرضه النهاردة اللي اسمه Camera Block البرنامج دوت لما أنا نزلته عندي قال ان فيه 46 برنامج أنا بنزلهم عندي يقدروا ان هم يستخدموا الكاميرا بدون علمي خلينا نشوف ال Apps with Camera Permissions دي الليستة الخاصة بالبرامج اللي تقدر انها تستخدم الكاميرا او ليها صلاحيات استخدام الكاميرا بدون علمي طبعا فيه برامج منهم يعني من المفترض انها لازم تستخدم الكاميرا زي برنامج انستجرام وزي perfect 365 والفيسبوك ليه لان انا بصور صورة وبعمل upload للصورة دي على حسابي على الفيسبوك او غيره لكن فيه برامج غريب شوية ان هي تستخدم الكاميرا زي مثلا Angry Birds Angry Birds دي لعبة طب انت يعني محتاج انك تستخدم الكاميرا عشان ايه لكن على العموم علشان اقدر ان انا اقامل نفسي البرنامج ده واسع له بريك جدا برنامج ده واظفته بسيطة جدا ان عن طريق لمسة واحدة اقدر ان انا اقفل الكاميرا ما خليش حد يستخدمها خالص اهو هنا شايفين في ال Notification Area Camera is Unblocked انا مش عامل الكاميرا بلوك في 46 برنامج ممكن يتجسسوا علي الان 46 برنامج على تليفوني انا ممكن على تليفونك انت يكون العدد اكبر ممكن يكون العدد اقل على حسب البرامج اللي انت منزلها على تليفونك فوظيفة البرنامج دوت ببساطة ان عن طريق لمسة واحدة اقدر ان انا اقوم باغلاق الكاميرا وما خليش اي برنامج يستخدمها حتى انا لو جيت احاول ان افتح الكاميرا عشان اصورها هيقول لي ان الكاميرا مش متاحة ازاي بيشتغل البرنامج بسيط جدا اول حاجة لازم ان انت تكون عامله اكتيفيت انت بمجرد ما تلمس الايكون بتاعته هيوديك هو للأدمنستريتور علشان تعمله اكتيفيت بتلغط على اكتيفيت وبعد كده هو عن طريق لمسة على اللوجو بتاعه بيعمل الكاميرا بلوك ولمسة تانية تعملها انبلوك ده في النسخة الغير مدفوعة النسخة الغير مدفوعة فيها اعلانات وفيها انك تشغل البرنامج وتقفله من جوه البرنامج نفسه وفيها ان البرنامج من الساعة 8 لحد الساعة 12 مساء اربع ساعات مش متاح ان الكاميرا تقفلها يعني تفضل الكاميرا مفتوحة ده بالنسبة للنسخة المجانية النسخة المدفوعة اقدر ان انا اعمل البلوك والانبلوك من خانة الاشعارات يعني انا لو ضغطت ادي ضغطة كده ظهرت رسالة ان الكاميرا اس بلوكت لو سحبت خانة الاشعارات تاني وضغطت مرة اخرى حلاقي رسالة طلعت او حلاقي شاشة الاف لفوق في الاشعارات ان اتفتحت الكاميرا تمام فخلوني اجرب ان انا اقفل الكاميرا دلوقتي انا اعمل لها بلوك دلوقتي وخلوني اجرب ان انا افتح مثلا الكاميرا علشان اصور بمجرد ما هفتح الكاميرا عشان اصور هتظهر لي رسالة ايرور خلاص تم افعل الكاميرا ما ينفعش ان انا اشغلها دلوقتي ده نفس الرسالة غالبا اللي حيلقيها اي حد بيحاول ان هو يتلصص عليك عن طريق البرامج اللي انت منزلها على التليفون بتاعك طيب انا عايز اصور هعمل ايه ببساطة هسحب الاشعار لو انا معي النسخة المدفوعة هسحب الاشعار و هتغط ضغطة واحدة و افتح برنامج الكاميرا واقدر وقتها ان انا اصور بدون اي مشاكل خلاص يبقى كده الكاميرا شاكل ده استعراض سريع لبرنامج مهم ممكن يكون مهم عند ناس كتير جدا ان هي تحمي نفسها من التلصص اللي بيكون عن طريق بعض البرامج اللي ممكن تستخدم الكاميرا بتاعتك بشكركم ونلتقي في شروحات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله